معنا السيدة محمد من القاهرة دكتور عمر زحى حضرتك بخير الحمد لله بالله عليك يا دكتور عمران عزك تقدير عبدالله بن مروى بالله عليك في القرب الشدة اللي هو فيه حاضر أدعيله إن شاء الله ربنا يفرج عنه عبدالله منحة مش حلوة وأنا أتمنى الضعابة حضرتك بالله عليك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يزيح عنه ويفرج عنه ويحمل عنه ولي أحباله إن شاء الله الحج جوزي جايب واحد جايب له مكنة واحد جايب له مكنة يا دكتور عمر أيو جايب له مكنة يعمل إيه بابيها للعربية والراجل مات واتصنى بالست مراته قلنا لها تعالي لك 8000 جنيه تعالي خديهم قالت أن رفعت عليك وقضية رفعت علينا عضية لإيه تعالي خدي فلوسك يا ست قالت لا الكلام مع المحامي نكلم المحامي يا دكتور عمر يقول أنا عايز خمسين ألف جنيه طب إزاي أنت تاخد خمسين ألف جنيه وإحنا مالهاش اللي 8000 جنيه قال هو كده طيب أنت كده يعني أنت دخلت بربة كبير قال أنا بحب الربة وبحب الحرام وأنا مش هسبك لما تبقى العربية وأخذ منك العربية ما أظنش ما أظنش هو الكلام على أن ده ربة لأن أنتوا ما كنتوش سلفين ده كان فيه فيه سلعة وهي المكنة والسلعة دي ليها لها لها تمن هو دوات ممكن يتسمى إذا كان هو طالب فلوس مش من حق وهيتسمى ظلم بس ما تسماش ربة فتعالي نقول هو دلوقتي رفع الأمر للقاضي للمحكمة أنت في نفس الوقت جهزي دفاعك عن نفسك أنت دلوقتي بتقولي لي أكلمه أكلمه عشان هو للأسف هو مش طالب أنه هو يتصالح هو حاسس أن فيه ضرر وقع عليه فأنا نصحي لحضراتكم أنه أنتوا تتصالحوا بحيث أن كل واحد فيكم ما يضررش التاني يبقى لا ضرر ولا ضرار تعودوا وتحاولوا بقدر الإمكان أن أنتوا تتصالحوا بأن أنتوا تنفوا الضرر عنده وده المدخل اللي أنا طلبه من حضراتكم أنه لو وقع عليه ضرر بأن الفلوس دي تأجلت فخلاص نحاول بقدر الإمكان أن احنا نتصالح بما ينفى الضرر عنه وعنكم لأن في حقيقة ممكن يكون تمن الأمر دات لو ما تكتبش ممكن يكون زوج حضراتك لما قال لك 8000 جنيه ممكن ما يكونش ده السعر الحقيقي بتاع الحاجة يبقى احنا لازم ندخل واحنا أصدين أن احنا لا نضرر الناس ولا نتضرر هو ده اللي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا أنا أتضرر ولا كمان أضرر الناس هو ده المدخل الصحيح اللي يخلي الناس قلوبها تنفتح للحال ودي نصحة لحضراتك يا أمو محمد